يا حراس وصلوا خبر لإبراهيم باشا خلوا يبلج بالتحضير لانضمام الأمير محمد للجيش الانكشاري أمرك مولاي مولاي أحكي إجت السلطانة خديجة مولاي خديجة يسعد صباحك يا سلطانة سامحني يا مولاي لأني ما كنت موجودة باستقبالك مبارح وضعي ما كان منيح بنوب وما حبيت زعلك من وصلتك بس ما تكوني مريضة أو فيك شيء بس في موضوع مهم لكن أنا بدي استأذن لا هو يا لأنه الموضوع بيتعلق فيك حضرتك بتعرف أنه أنا كنت ساجنتة لست في ريال وإني كنت عم استنى لحتى تولد مشان أقدر نفس العقوبة الطفل ولد ميت وبعدها بفترة قصيرة أمرت أنه ينفزوا فيها العقوبة بس ما بعرف كيف قدرت تهرب وتخلص حالها وهلأ هي هون موجودة بالحرم لك كيف يعني هون؟ بظن هويام بتقدر تشرح لك يا سلطان لأنه هي اللي جابتها على الحرم لك هويام؟ هويام؟ بالأول فكرتها ماتت بعدين هي بعثت لي خبر طلبت المساعدة وأنا قبلت لإني كنت مجبورة الموضوع هاد بخص سمعت الحرم لك أنا حبيت إنه هالمرة تكون قدام عيوني مشان ما تحكي ياللي صاروا تنشر القصة هون وهون يا موضوع رح تحكي مو فريال ياهو يام يا سلطان هددتني إنه إذا ما بسمح له لفريال تضل هون رح تحكي بالموضوع بكل مكان وتوصله للآخر أنا ما هددتك أبدا مو حكيتي هالشي قدام الأمير مصطفى إذا بدك فيك تسأله لا تتأكد أنا قلت إنه هيك قرار ما بياخده إلا مولاي السلطان بس طلبت إنه يستنوك لحد تشيء خلاصنا نيناتكم نسكتو هذا التصرف ما له مبرر ياهو يام كيف بتساوي هيك وبتجيبي فريال على الأصر إبراهيم باشا سامحته وطلع بريء وعم بعيش حياته وكأنه ما صار شي بنوب فريال شو زنبه فلازم تعفي عنا أنا قلتلك قبل هلأ ياهو يام هالموضوع بيخص بس خديجة إبراهيم لحالهم حتى أنا ما عم بتدخل بيناتهم أنت ليش عم تدخلي مولاي أنا الإخناقات اللي عم بتصير بيناتكم عم تزعجني كتير حلول إياها بقى بدي الحرام لك يرجع متل أول أصلا أنا مليت من هالأعداء اللي موجود بيناتكم على طول بالحرام لك وهالمشاكل اللي ما إلا أي معنى ما عاد بدي أسمع شي مولاي طلعي من وشي طلعي من وشي إبراهيم باشا كتير مبسوطة بشوفتك هون مرة تانية وأنا كمان مبسوطة كتير بشوفتك كمان جبتلك سلام واحترام مخصوص من اسكندر شلبي مع الأسف ما قدر يجي لهون لأنه تحاكم بميدان الحرب ونعدم هونيك مو مشكلة هالدولة بروحوا بيجي عليها أشخاص مثله كتير يا باشا واللي بنعدمه أكتر لحق معك بس أنا اللي بحط هيك أشخاص وأنا كمان اللي بقرر كيف إنهيهم معولي لساعتك ما انتبهتي لهالشي هات كلامي كتير كبير بالنسبة لشخص حياته كلها مرهونة لمرته وقرارة أنا وياكي منعرف إنه هالشي مو مصبوط لأنه أنا ما طلبت لعفه من حدا ولا حتى الرحمة وأنا ما بقدم مبررات إلي لجلالة السلطان لأنه أوتي وجرأتي باخدة من جلالة السلطان بشكل مطلق مثل حضرتك الأمور ما رح تضل هيك يا باشا ولا تفكر إنه لا يمكن التخلي عنك ما في وزير أعظم تاني هون بس هون بالأصر فيه كتير جواري حتى في وحدة منهم هلأ بلشت تهزل عرش تباعك يا سلطانة واضح إنه وصلوا لك الخبر فورا نظبوط الخبر يلي ممنيها بينتشر فورا لكن عرفت بموضوع فريال ما هيك وإنه أنا اللي أنقذت حياتها ولولاي هلأ ما كانت عايشة وهلأ السلطانة خديجة جوا وعم تحاول تقنعه للسلطان إنه يقتله ورجيني إذا كان عندك إدراء إنك توقفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر